طيب هي خلعت جوزها فحسك زنب اللي هو ردت عليه الجي والأولاد مش موجودين فقال هي اهتمة في الموضوع ده ولا لا؟ لا هو بعد الخلع الخلع يعني طلاق وطلاق بائن لا يجوز رجوع منه إلا بشروط بقى ومواصفات معينة بعد الخلع خلاص انتهت الرابطة اللي بينها وبينه فمنفعش انه هو ييجي ويروح وكده حيجي لازم ييجي بقى في وجود محرم وفي ظروف معينة والاستئذان إلى آخر الأمور دي فانه هو جه في وقت مثلا غير مناسب بالنسبة لهم فلم تأذن في الدخول الأمر جائز شرعا يعني يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله طيب وينقيل لكم بعد كده بشوية في سورة النور يعني بعد كده في آخر الأيتين وينقيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم مسألة مش غصب ان انا رنيت القرس مثلا او استأذنت فخلاص انهاجي لازم تأخذ اذن صريح لو قالك امشي تمشي وينقيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم امشي اللقاء